مشاهدين العزاء مشاهدي العيادة البيتري عايز النهاردة اه ادردش معاكم واسترجع معاكم موضوع معاده جه احنا كل سنة بنقوله وكل سنة بناجي نقوله في الشهر ده شهر 11 و12 و1 في شهور الشتاء والشهور الهوى والشهور الحاجات دي بنبدأ نتكلم عليه تاني لانه بدأ بيبدأ يظهر بس الحمد لله الهيئة العامة الخليطة البيتريا عاملة شهور الجواس جدا جدا اه في مكافحة المرض ده طبعا اكيد انتو عرفتوه اه اللي هو الحمد كل عيد هنسترجع مع بعض كل حاجة من باب ايه اه استقرار بيعلم الشطار اه راجع معاه كده التعريب بتاعه هو ايه اه الاعراض بتاعته اه هو بيحب ايه وبيكره ايه كل حاجة هفكركم بيها وبعد كده بعد الكلام هنعرض فيديو نتفرج عليه مع بعض ونعلق عليه مع بعض التعريف هو مرض فيروسي يبقى اول حاجة عرفناها انه هو فيروسي معدي سريع الانتشار بيصيب الحيونات المستأنسة والبرية زاد الظلف المشكوك اللي هي مظلفين بتميز بايه بحمة وتقرحات في الفم والقدم والضرع اه ده المنظر العام التوزيع الجغرافي بتاعه بينتش المرض في معظم بلدان العالم كل بلدات العالم معادة امريكا الشمالية والوسطى والاستراليا واليابان هم دولة بعض من الدول الاوروبية دولة اللي هم بيظهرش فيهم خسائره الاقتصادية كتيرة جدا بيسبب انخفاض في انتاج اللبن بيسبب انخفاض في انتاج اللح بيسبب التهاب ضرع الحيونات الحلابة بيسبب تكلفة زايدة من الادوية وظهور حالات وفيات كتير جدا في العجول ايه العجول الرضيعة احيانا بتصل الى تقريبا تسعين في المية من اجمالي العجول الرضيعة المصابة بيحصل لها نفوق نتيجة لازل المرض اسباب الاصابة بالفيروس ده الفيروس ده انا بعرفينه نواة تابعة لمجموعة بنسميها البكورنافيردي فيروس ولو الفيروس ده له بعض الصفات سبع عطرات مختلفة عن بعضها وعن بعض من ناحية المناعية والناحية السيرولوجي الاصابة او العدوة بنوع واحد من العطرات دي بيديش مناعة ضد النوع الاخر بنسميها احنا ايه النوع كروس اميونيتي بين سيفن سيرو طايب يعني مفيش مناعة بين السبع عطرات المختلفة العطرات دي هي ايه الا والا والسي وسادة واحد وسادة اثنين وسادة تلاتة واشيوان تحت السبع عطرات دي بنلاقي كمان تمانين ساب سيرو طايب حددناهم وممكن كمان يظهر عطرات جديدة عشان كده بيبقى فيه دايما صعوبة كبيرة عشان اجيب برنامج تحصين واقي اوي واضح اوي وذلك بسبب التغيير الرهيب في الصفات الوراسية للعطرات دي لو احنا نكلمنا عن العطرات فيه الاي والاو والسي دولت تخصص دول افريقيا سادة واحد واثنين وثلاثة كل انحاء العالم اشيوان دولت في الدول الاسيوي خلينا نتكلم مع بعض بقى على صفات هذا الفيروس صفات ليه عايز اعرفه عشان من باب اعرف عدوك تعرف تتعامل معاه الفيروس ده فيه صفات لازم كلنا نبقى عارفينها عشان لما نجي نتعامل معاه نتعامل معاه بوعي اول حاجة انه ما بتقصرش بالمطهرات العدي تاني حاجة ما بتقصرش بالكحول ما بتقصرش بالاسير بيوجد مطهرات فعالة له مخصصة له بتقضي عليه جميل جدا زي ايه الكربونات السوديوم هيدروكسيد السوديوم الاسيتك اسيد في مواد بتقضي عليه في دقائق في خلال اقل من دقيقة زي كابلات نحاس 4% وبكربونات السوديوم 4% وهيدروكسيد السوديوم 2% والفورمالين 1-2% عشان كالا ما بنجي نعمل المغاطس بنعمل كابلات نحاس وفورمالين وبنعمل البكربوناتو موجودة في كل حتة بنحطها في الحيوان مهمة تعرف ان الفيروس ده بيفضل حي في الادوات الملوسة سنة كاملة يعني لو حاجة مصابة به تفضل سنة كاملة حي فيه بيظل على الملابس والاغذية تقريبا من 12 لا من 10 ل 12 اسبوع بيستمر ودي مهمة جدا عشان النافق يستمر في عزام الحيوانات النفقة فترة طويلة جدا بيستمر في اللبن 6 ايام عند درجة حارة 18 درجة مقوي وبيستمر في اللبن المجافة في البدرة مدة تسانتين في الجبنة اللي حمي نعمل المدة شهرين الاهم وبالحاجات الخطيرة فيه ان بيظل حي في الروس الجاف الروس اللي كلكم عارفينه 14 يوم وفي الطربة المدة 28 يوم يفضل حي بيوجد في اللبن والسائل المنوي 4 ايام قبل ظهور الاعراض على الحيوان قبل ما يبق عليه مستايتس بيبقى موجود في اللبن بتاعه قبل 4 ايام بيقضى الفيروس ده يقضى عليه يقضى عليه عند درجة حرارة 65 درجة مقوية لو احنا لمدة 6 دقائق او فوق 56 درجة مقوية بيتوقف نشاط هذا الفيروس نهائيا الفيروس ده اخوانا بأخطى اكتر مكان يعيش فيه ويعيش فيه فترة طويلة جدا بيعيش في منطقة البلعوم وبيعيش في منطقة البلعوم المصاب ده كم سنة تخيله او فترة دي مدة سنتين فالبلعوم بتاع الحيوان المصاب يعيش لمدة سنتين الاغنام والخنازير حملة للعدوى للأبكار لفترة طويلة مدة السابيع عديدة الحيوانات ذات الإضرار العالي طبعا بتأثر بالمرض أكثر من حيوانات ذات الإضرار المنخف الأبكار أكثر حساسية للإصابة بالعدوى عن طريق الاربورن عن طريق الهواء عن الحيوانات الأخرى يعني البقر دايما أكثر حاجة عن طريق الهواء يجيله يجيله أكثر إصابة العادة الحيوانات الرضيعة أو الحيوانات الصغيرة أكثر تأثر من الحيوانات الكبيرة الفيروس بيصيب إيه؟ بنتقول لكم عارفين المايوكارديام في القلب وبيسبب النفوق الحيوانات المحصنة أو التي تم إصابتها وتم شفاقها عند ولدتها بيكون السرسوب عشان كلها دي أهمية السرسوب 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 بتاعها اللي ما ننازل منها لو كانت عشار بيبقى فيه الأجسام المضادة للمرض ويممكن يستمر الأجسام المضادة دي في اللبن لمدة 23 يوم أو يستمر بعد الرضاعة لمدة 23 يوم الأجسام المضادة للحمل المقامة وبالذات الأي جي جي الموت في الحيوانات الكبيرة نتيجة لإيه؟ نتيجة الحمى القلعية نادر الحدوث ولكن يحدث أحيانا مضاعفات يعني هو أصلا بيتموتش لكن بيعد يحدث مضاعفات كتيرة تؤدي إلى النفوق بسبب الإصابة السنوية بالإيه؟ باللهوئيات والباستريلا اللي احنا تقول لك أحفظته الكولوستريديا والباستريلا نتيجة لضعف مناعة الحيوان يبدأ الحيوان ممكن يصاب بالنفوق أو يصاب أنه يباع فرزة أو يزبح أعراضه إيه؟ من شكله أو من اسمه أنتم عارفينه ارتفاع في درجة الحرارة طيب نتيجة الحرارة التفعت ما فيش أكل ما فيش حاجة اللبن بدأ ينزل نتيجة اللبن نزل فيه خسارة اقتصادية كبيرة بعد كده فيه ظهور وفيات في الحيوانات الصغيرة بتصل تقريباً زي ما احنا قلنا لتسعين في المية من الحيوانات المصابة بعد كده بتظهر تقرحات وتسلخات حول الفم واللسا واللسان بياجي اللعاب يزيد إفراز اللعاب ودي معلامة مميزة جداً بيكون اللعاب فيها عامل زي الخيط ياجي من بقه من جوانب الفم لغيط القدم وبعد كده الإصابات على الضرع بعد كده الإصابات على الحلامات ديه الأعراض اللي احنا ممكن نشوفها أنا هعمل لك فيديو ربع ساعة أنا هتكلم فيها الحاجات دي بس إيه بيانتوا إيه بتابعين معاً الإصابة بتنتنقل عن طريق إيه الإصابة تنتقل العدوى عن طريق مباشر أو غير مباشر مباشر عن طريق إيه التلامس بين الحيوان المصاب والحيوان السليل أو بطريقة غير مباشرة عن طريق إيه الجهاز الهضمي المخرجات والجهاز التنفسي خلي بالكم كل إخراجات الحيوان المصاب مصدر العدوى كل الإكسكريشن والإكسكريشن بتاع الحيوان المصاب تعتبر source of infection تنتقل عدوى ميكانيكيا حتى بواسطة الإنسان يعني كمان مباشر وغير مباشر وبتنقل برضو ميكانيكي عن طريق الإنسان عن طريق حزاء وعن طريق الملابس بتاعته الطيور الفيروس كل ده بيدخل الطيور برضو طيور مهاجرة بتنقل الموضوع ده والفيروس بيخش في القنانة الهضمية بتاعتها وبيحدث له أي تغيرات وعشان كده بتصبح حملة لهذا الفيروس مسافات طويلة وممكن تنقل العدوى من دولة لدولة أو من بلد لبلد خلي بالك الرياح والرطوبة بتساعد على منتشر هذا المرض بصورة كبيرة وعشان كده بينتشر في فصول الشتاء وفصول ربيع بيبقى منتشر جدا من أول شهر 11 لغير شهر 3 أو 4 الهواء قادر إنه يحمل الفيروس ده لأكتر من 100 إلى 150 كيلو متر ينقله من مكان لمكان يعني لو فيه إصابة في السبعالية مثلا يبقى للصباب في القيارة أو القيارة نسمع لأول شرق يعني بيتنقل عن طريق الهواء مسافات طويلة تصل إلى 100 كيلو أو 150 كيلو المرض ده الصورة بتبقى سريعة عن طريق الاستنشاق الحيوان للفيروس المنبعث منبعث المنبعث من اللعاب أو منبعث من البول ملوث أو منبعث من حيوانات النفأ اللي إحنا بنرميهاать لكن نعميها برا على الطرق وتحمل الحيوانات النفأ دي بتفضل حملة للفيروس فترة طويلة جدا عشان كده بننصح لازم دفن الحيوانات النفأ يعني ندفنها يعني نحرقها الحاجات المهمة جدا لأنه بتفضل فترة طويلة فيه عشان كده ننصح بدفن الحيوانات النفقة او على اقل حرقها حتى لا تكون مصدر للعدوة ومصدر للاصابة بحيوانات اخرى زي ما انا قلتلك في التعريف الاولاني ان منطقة البلعوم بتاعه بتاع الحيوان المصاب بتعتبر اهم مكان للعدو الاخطر الحويصلات الموجودة بالفم بتبقى هي اكبر مكان يحتوي على اكبر كمية من الفيروس الاخطر والان احلى انا خلى منه منه الفران القوارض ديك بتعتبر مخزن متنقل للفيروس ريزفوار للفيروس القوارض وحشراته اعتبر مخزن متنقل لايه لهذا الفيروس الافكار بتزل حملة للفيروس دهوت يا اخواننا لمدة 3 سنوات الاغنام بتزل حملة للفيروس لمدة 9 شهور الماعز 4 شهور الجموس ودى المصيبة الكبرى خمس سنين طيب الكوبيشن بلوت بتاعه او اسمها فطلة الحضانة بتاعه فطلة الحضانة كلكم عارفين من بداية الاصابة لظهور الاعراض بتبدأ من يوم لاثنين وسبعين ساعة واحيانا تمتد لعشرين يوم يعني اصيب وممكن يبقى حامل المكروب لمدة حامل الفيروس لمدة عشرين يوم بتطول فطلة الحضانة او بتكسر او بتقل حسب كمية العدوى اللي جاي له حسب نوع العترة حسب مناعة الحيوان بتاعه لو انا عايز اشخص المرض ده من الاعراض الظهرية من الصفة التشريحية من انا ايه اعمل عزل الى هذا الفيروس ده كصة كاملة عن الحمى الكلعية وعن اعراض الحمى الكلعية والعلاج هنبدأ نتكلم فيه بالتفصيل بس بعد ما نشوف الفيديو ده معاكم ونبدأ نتكلم عن العلاج بعد كده ونقول ايه العلاج بيتم الزهور العلاج بتاعه سهل جدا بس هنشوف بقى الفيديو مع بعض كده اللي هو السبع دقائق او العشر دقائق اللي هم موجودين عشان يبقى كلامنا موسق بالايه بالفيديو او موسق بالصور ويبقى ده وضعه اكتر ده اللسان او منظر بيتكلم دلوقت على الفيروس سورة الفيروس مقولنا بكرني فيردي فيرس انواعه زي ما احنا هنشوفها مع بعض هوت السيروتيب بتاعه الاو والاي والسي والاشيوان والسات واحد والسات اتنين والسات تلات ده بالفيديو هيلخص الكلام اللي احنا قاعدين ايه نقولتوه لكم في الاول ده الاصابة في الفم طبعا والقدم زي ما انتوا شايفين بيبقى المنظر بتاع الانف والفم واللسة بالمنظر اللي انتوا شايفينه قدام حضرتكم ده بنعازين بقى طرق الوضع بتاعه قدامنا والتجمعات بيقولك يصاب بيه جميع انواع الحيوانات دي الابقار والماعيز الاغنام كل اللي هو الظلف المشكوك او ذات الظلف المشكوك كل ديات ممكن تعرض الاصابة بتنقل عن طريق زي ما احنا الصورة دي بتقول بتنقل عن طريق ايد ايد الحلاء اللبن ونقل اللبن لو ما حصلش فيه غليان دي الاعراض اللي احنا ممكن نشوفها ده منطقة البلعوم اللي بقولك اخطر مكان يبقى فيه الاصابة طبعا الخنزير والغنم اكتر حاجة بتنقله بتنقله دي الصور كاملة قدامكم من ضمن الحاجات الايوه الصور دي جميل قوي اللحم بالعض دي برضو الكرقص دي ممكن تنقل الايه اللي تتبقى مصدر للعدوى بتاع الحم الكلعي اللي هي اللحم بالعضن بتاعها يعني بيعيش في العضن زي ما احنا قلنا فترة طويلة جدا دي برضو اه التجمعات بتساعد على انتشاره كترة تجمعات لانه بتنقل زي ما احنا قلنا بيتنقل عن طريق اما مباشر او غير مباشر بيتنقل بالملمسة بيتنقل عن طريق الهوى بيتنقل حتى ميكانيكي الخنزير بتبقى مصدر له وتعينه فترة طويلة وتنقله من حيوان لحيوان كل الحاجات ديت لازم احنا نبقى ايه متابعين معاها وعارفين ودي الاعراض عليها في الخنزير بس احنا عندناش خنزير كتير بس دي برضو ممكن يصاب بيه يعمل الاعراض دي على الليسر بتاعته وعلى القدم والاغنام برضو الاصبع فيها بتابع بش اه تظهر بالشكل ده هيجيبوها هنا برضو دي البقرة المصابة وبيبقى شكلها عاملة ازاي والبقرة الحلاب بص الصوت اللي طالع ده هاو لو المخلج يعني لو كان فيه اللي هو الاسماشنج ساول تلاقي الحيوان بيعمل كده ببق بالمنظر ده كده الصوت ده اللي احنا بنسميه الاسماشنج ساول ده بيبقى واضح هاو دي كلها الاشكال اللي انت ممكن تشوفها على الحيوان المصاب قدم رجل يعمل الالترنيتف موبيعا يعمل يقف على رجل ويريحها ويقف على رجل التاني دي برضو من ضمن بدلايات الاعراض يقف على واحدة ويريح ويشتغل دي هي ايه البقرة او الاعراض اللي ممكن تيجي على البقرة الحلاب الاغنام نفس الوضع وطبعا بيعمل مشكلة كبيرة جدا في الرضيع وبيعمل موت رهيب فيه عشان موضوع برضو بيهاجم القلب بيهاجم الميكوردام وبيعمل لك ايه نفوق ليه دي عايز يقولها كلها ان كل الحيوانات ديت او كل النقل اللي فيها عن طريق العامل نفسه اللي شغال ممكن يلقي من حيوان لحيوان عدم النظافة في المحال ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا اللبن لو ما تغلاش اللبن ممكن برضو يعيش فيه الفيروس زي ما احنا قلنا يعيش فيه قبل ما تظهر الاعراض ينزل معها الفيروس قبل ما يبقى اعراض على الحيوان باربعة ايام او خمس ايام دي برضو من الحاجات اللي احنا نخلي بنا منها بص اللي اللبن فجأة نزل نبقى نفكر برضو في الحاجات دي ده حيوان حيوان برضو مصاب بالحمة الكلعية وموجود بعدو دي اهم حاجة نبقى مركزين عليها الحاجات الرضيعة الصغيرة هو مركز دلوقتي فيهم بيعيد تاني الفيديوهات دي بايه البلعوم بقول ما كانوا الوقاية والعلاج اهم حاجة في الوقاية والعلاج مغتص منتداء مغتص فيه كبرتنا حاسوة او الصوت حتى واضحه ده اللي هو بنسميه احنا السماشنج ساوند او اللي انا بعمله دي اول علامة والحركة اللي احنا قلناها بيطلع وينزل ويطلع وينزل والاصابة هنا في البداية خالص بتبدأ من هنا وبعد كده بتعمل عرج في القدم دي هيبدأ يورهانا واحدة واحدة ويشوف اللسان بيعمل ايه في اللسان وبعد كده بيعمل ايه في القدم والاعراض هنا وهنا كل ديت بتبقى اعراض احنا تقريبا حفظناها ومن كدر تكرارها بس ايه زي ما احنا بنقول التكرار بيعلم الشطار العلاج زي ما احنا بنعلاج الاعراض الظاهرية مهم جدا ان الامراض اللي اننا بعارفين هو مركز هنا بيقول اه اننا بعارفين كويس اول ان الامراض الفيروسية ملهاش علاج العلاج الظاهرية مهم جدا انك تعالج علاج اعراضي يعني عشان تبقى انت عارف ان الامراض الفيروسية ديك ملهاش علاج خاص بيه ادي مضاد التهاب ادي مضاد الهستامين ادي كمان رافع مناعة الحاجات دي مهمة جدا ادي مضاد حيوي يبقى يتحرك اه معي يبقى دي برضو الاعراض اللي ممكن نشوفها على اللسان هو الفيديو موضع مطول اوي في موضوع الاعراض مش مشكلة عشان كله بعرفها اه ده بيحرك ايده عاللسان لو انت طلعته ما بيرجعش تاني بسرعة للوضع اللي هو ايه كان عليه يعني اه يعني مفروض هي ترجع مكانها لا اعايز يقولك انها تبدل ايه وقفة بالمنظر ده اه وبتاخد فترة على المتلكة دي برضو بداية بداية الاعراض بعد كده بيحصل الصر بعد كده بيحصل الجروح زي ما انتش شايفينها كده الفيزيك اللي بتبدأ الاول وبعد كده يبدأ التقرحات رهيبة فيها دي كلها اعراض كويسة اه احنا بكلنا عارفين وصل اللسان بالمنظر ده احنا احنا شوفنا بعض الحالات اللسان ده دل برة خالص وحصله صلافين كامل مفيش فيه اي حاجة خالص بتاكل اكل وبرضو خدنا مع العلاج ورجع تاني الحيوان الوضعه الطبيعي اه هو الحمد لله المرض ده بيعملش مشاكل في الحيوانات الكبيرة جامد اوي الا خسارك تصادية عالية جدا بس لو لو انت حفزت على المناعة بتاع الحيوانات وتبعت العلاج بتاعها اول باول هيحيوانها يشفى ويعدي منك لو تعرض للاصابات لو تعرض للاصابات السنوية هي دي اللي ممكن يعمل لنا مشكلة كبيرة جدا دي برضو كلها دي اعراض على الفم اعراض على اللسى يبقى كله عارفة وحفظها ده فيديو مجمع كل الاعراض اللي ممكن نتخيلها اه في الفم او في اللسى او في القدم دي دي الكرحة في 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 بدايتها وصل الاسام بالمنزل ده زي ما انتم شفتم وهيجيلك القدم برضو اه اه دي دي الكرحة يبقى اه اهم حاجة بقى العلاج علاج الاعراض الظاهرية دي اهم حاجة المضاد اللي حسنا احنا قلنا مضاد الاتهاب وبعد مضاد الاتهاب مضاد الحاسية دي مهمين جدا خفض الحرارة اه 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 دي بالحاجات اللي كلكم حفظتوها مضاد الهستامين برضو من اه اه دي المشاكل على الضرع اه رفعات مناعة مضاد دحاوي ازبا انا قلتلكو على يضع العدوى السنوية اه علاج مكمل بالمحالية والمنشطات للصحة العامة والهضم والعلاج الهزال فقدان الشهية اه كل ده نبدأ ندخله ندخل ادوية مش عايزة الجو اللي هو حطه ده اخوانا ده بقولك اكتر جو بينتشر فيه هذا المرض طبعا العلاج موضعي للفم والقدم مرتين يوميا نعمل غسول بمكاربونات السوديوم غسل فم بكاربونات السوديوم وضع بكاربونات السوديوم في المية مية الشرب وضع بكاربونات السوديوم اه في الاعلاف عمل مخلوط برضو لو انت حبيت اه بنشروط بكاربونات السوديوم لو حبيت تحطونا مش عايزة مش يبين فيها مشكلة كل الحاجات ديات اللي عايز يقوله في الصورة دي او في الفيديو دي اخوانا ان هو في الجو ده اكتر جو اكتر جو ينتشر في المرض خلي بالطبيع المعالج لازم يوجد طبيع البطري المضاد الحيوى المستخدم يعمل حساب المشاكل السنوية المتوقعة يعني على سبيل المثال اذا كان لقى فيه اعراض تنفسية بيكون تركيزه على مركبات المربو فلوكسسين الفروفل نيكول اه الحاجات الموجودة منها في السوق الاكسيد او المربوسين الموجود فيها اه بنقسم العلاج حسب عمر الحيوان وحسب مكان الاصابة للحيوان دي لو الحيوان دي عجل رضيع بنكون المعاملة معاه اول حاجة اعملها اعزي الحيوان دي عن امه قبل حتى ما تلحسه رقم اتنين استخدم بديل اللبن بديل الالبان مهمة جدا او ان انا اغلي اللبن وسيبه يبرد لغير درجة 37 درجة وبعد كده ابدأ ايه اه 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 ارضاعه للحيوان اه استخدم منشطات للكبد مهم جدا استخدم الجلوكوز مهم اعمل حاجة يخلي الكبد يعمل دي توكسيكيشن بتاعه او يعمل الاكساء ان هو يقضي على التوكسين الموجود استخدم مضاد التهاب انا بقولش اسماء بس تبنتوا عارفينها استخدموا المدة يومين الى سبعة ايام لو في حالة والمضاد التهاب ده يبقى لازم يكون نانستوريدل انتو انفلماتري ما يكونش استوريدل نستخدم اللي هو نستخدم مضاد طويل مفعول عشان العدوى السنوية زي اي اي اصابة يبقى ده كله بالنسبة لحيوان الرضيع اعزل اعالك ادي كلوكوز ادي كذا طب لو في الضرع اعمل ايه لو في الضرع ادي علاج موضعي باكسيد الزينك على الضرع ادي مضاد التهاب برضه انتو انفلماتري نانستوريدل ادي مضاد حيوة واسع المجال برضه في الضرع ادي مضاد حيوة عام على الحيوان نفسه كل الحاجات دي الحق بسرعة ابدأ انا بعمل ريفلشمنت انتو الاد كلوك بقتوا اسادزة في موضوع الحمى الكلية وازاي تعملوا معها بس احنا بنذكر والذكر دايما بتنفع الشاطرين او بتنفع الناس كويسة الوقاية اول شرط اعمله تطبيق الامان الحيوان يعني تشديد جميع المزارع ابص على جميع المحاجر البيطرية ابص على كل كل الحيوانات اللي جاية ماسمعش بناء الحيوانات يعني من مكان لمكان يبقى اهم حاجة عندنا تطبيق الامان الحيوي تشديده على جميع المزارع تشديده على جميع المحاجر البيطرية ماسمعش بناء الحيوانات سواء للزبح او للتربية الا بعد مرور فترة الحجرة عليها اللي تتروح من شهر لشهرين اه اتأكد على التحصين والجرعة المنشطة وبداية الجرعة اه ما اشتغلش الاسلوب بتاعنا وللأسف يا رب نغيره اللي هو الاكشن والرياكشن اللي هو سياسة الفعل ورد الفعل احنا يجد عامل حصانهم ومالحمد الله احنا ماشيين من الوقت بقى اربع دورات او خمس دورات بفضل المسؤولين عن الصرور الحيوانية في البلد بقى انا بنحصن في شهر سبعة وبنحصن في شهر عشرة وبنحصن في شهر ربعة كل اربع شهو بنحصن وبندل جرعة الاولى وبندل جرعة منشطة فده له مرضود فعل اكيد اكيد له هيبقى مرضود كويس جدا على الصرور الحيوانية الموجودة عندنا بعد كده ان شاء الله لكن احنا من استناش لما المشكلة تحصل او المصيبة تحصل او الفعل يحصل اجرع قاضي عند عمفلان حصل حموة كلها اجرع حصن لا دا التحصين بتاعك يبقى دوري كل اربع شهور تحصن ولو انت شارع حاجات جديدة لسه من السوق لازد الدب الجرعة الاولى الدب الجرعة الاولى والجرعة المنشطة مهم جدا الجرعة الاولى وبعدك الدب الجرعة البصة وبعدك كل اربع شهور تهدي تحصين وتتابع مع اطاير بطيال اللي معاك وتتابع مع الأضاءة البطريال معاك ده الحل الوحيد اللي نقدر فيه نكافح المرض ده ونحافظ على سروتنا الحيواني مشاهدين الأعزاء فاصل صغير وبعد كده أبدأ أستقبط لفناتكم فاصل